تابقت ميسا أند ميستر غولد ألجاريا عفوان 2019 بموصيمها الثاني ولكن هذه المرة مع برنامج جديد مختلف كليا ولتفاصيل أكثر هو حاضر معنا المنتج الجزائري محمد رياد مرحبا بك معنا محمد موش رأيك؟ أبو خيبين لا بس؟ الحمد لله لحقت بيان؟ صابق الحمد لله الحمد لله يا ربي رياد قلنا عطينا تفاصيل أكثر عن هذا الموسم هذا ميسا أند ميستر غولد ألجاريا طبعا يعني ميسا ميستر غولد ألجاريا هذا الموسم رح يكون مختلف نهائيا عن الموسم السابق وعن جميع المسابقات الجمالية رح تكون على شكل برنامج تلفزيوني من عدة حلقات رح يكون في حلقات للكاستينج والاختيارات والتأهلات إلى النهائيات وبعدها رح يكونوا برايمات فالبرايمات رح يكونوا إقصاءات لكل حلقة يقصى مشترك إن شاء الله إن شاء الله يعني هذا الشيء رح يكون مختلف تماما عن الطبعة الماضية وشن الحاجة اللي يتميز هذه الطبعة؟ يعني هي تميز هذه الطبعة تتميز عن باقي المسابقات الجمالية وعن الطبعة السابقة يعني كونها رح تعطي الفرصة للمشترك حتى يعرفوها الناس وتعطي الفرصة للمشاهد حتى يعرف المشتركين أكتر يعني أنتم ما شفتوا بلي هادو كانوا نقدروا نقائس في الموسم الماضي إذا لاحظنا يعني أحيانا نشوفو ناس أخذوا لقب مالك ومالكة جمال وفي الأخير نكتشفو يعني عندهم نقائس كبيرة بالنسبة لمنافسيهم رح تعطي كيفاش فأنا أخطرت حتى نبين للناس يعني تفاصيل المهمة اللي لازم يعرفها المشاهد إن شاء الله إن شاء الله هنا في إحدى البرامج سألتك صحفية عن قضية الباسبور الجزائري وقالت لك إنك ما تملكش باسبور جزائري أنت ما جاوبتهاش بصراحة يعني من خلال برنامج جلعدار الجمهور ما دا به يعرف وعلاش محمد رياض منتج جزائري ما عندوش جوالسفر جزائري يعني هي بالتالي أنا كم منتج أنا عندي يعني صفاريات كتير عندي تنقلات كتيرة يعني استعنت بباسبور آخر يسهل يعني أنا عندي باسبور يعني من راحش نقول بالضبط تعوش ولكن أخذت الباسبور يعني 166 دولة بدون تأشيرة وعدم امتلاك للباسبور الجزائري هذا لا يحدد أبدا ولائي للجزائر طبعا وعمره ما كان الولاء في ورقة أو في باسبور أو يعني الانتماء يبقى يعني دائما وطنية تقعد وطنية 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 يعني يا ما شفنا ناس الجزائر أعطاتهم أموال وعطاتهم كل شيء ما أعطوها ولا شيء نحنا بالعكس نحنا دائما نعطوا للجزائر ومن السنة وش تعطينا؟ دائما كينا إضافة ركوا تقدموها للجزائر؟ طبعا أنا إذا شفت بدايتي كانت في لبنان بلد الفن وبلد اللي كان قادر يعطيني في مسيرتي يعني تنقلت من هناك ورجعت لهناية حتى أنا ننسب كل شيء كل أعمالي للجزائر أولا ولية شخصيا ثانيا الله يبارك رياض هذا فخر للجزائر يعني رغم كل شيء أنت خليت كل شيء وجيت للجزائر بش تبين البلد ديالك وتخدم البلد ديالك هذا شيء كما قلنا ما كاش عند دقع الفنانين للأسف رياض رسالة توجهها للجمهور الجمهور ميسا وميستر غالد ألجيريا أنا حبيت لقولهم تابعونا قريبا جدا رح يكونوا مفاجآت رح تكون فكرة جديدة رح تحبوها إن شاء الله يعني نتمناه و.. ولا إن شاء الله إن شاء الله وكهين دوت ر Carnival حصريا رح يكون فاشن أورس إن شاء الله إن شاء الله نتمناه كل توفيق ونجاح رياض نتلاقوا إن شاء الله في فلص أخرى غريبة إن شاء الله